السلام عليكم يسعد اوقاتكم احبائي طلبة الصف الرابع اليوم يامس رح نبلش عنا بالدرس الثاني من وحدة حركة الارب اللي هو درس الفصول الاربعة هلا احنا يا رابع بالدرس الاول اطرقنا لكم لكيفية تكون الليل والنهار وحكينا لكم يا رابع انه الليل والنهار بينتج نتيجة دوران الارض حول محورها حكيت لكم يا رابع هاي عنا كوكب الارض وإلها حكينا محور وهمي بيكون مائل الارض بتصير الدور حولين هذا المحور بعكسها قارب الساعة فبصير يتشكل عند الليل والنهار لانه فيه جزء من الوقت رح يكون قريب من الشمس فرح يكون عندهم نهار والجزء اللي بعيدشه رح يكون عندهم يا رابع ليل واضحة هاي وبعدين لما تلف مرة تاني الارض طبعا هي بتظلها تلف خلال اليوم الارض يعني دورانها حول نفسها بيستغل محها يوم كامل 24 ساعة فلما تتكمل لف الارض حول محورها الوهمي اللي احنا مو شايفينه اللي كان عندهم ليل رح يصير عندهم نهار واللي كان عندهم نهار رح يصير عندهم ايش يا رابع ليل طيب هلا فيه اشي او ظاهرة طبيعية تاني بتصير عندنا بحياتنا اللي هي الفصول الاربعة كلكم يا رابع بتعرفوا عندنا شو هي الفصول الاربعة اللي منمر فيها يعني احنا هلا بإحدى هاي الفصول اللي هو فصل ايش الشتاء وفيه عندنا فصل ربيع وخريف وصيف هلا بيجي عندنا فصل خريف بعد يه الشتاء ربيع بعد يه الصيف طب هاي الفصول ما سألت نفسك يا رابع كيف تتشكل او تتكون عندنا اليوم رح نحكي عن كيفية تشكل او تكون الفصول الاربعة هلا الفصول الاربعة بتصير نتيجة دوران الارض حول الشمس كيف تحدث الفصول الاربعة نتيجة دوران الارض حول الشمس كيف تدور الارض حول الشمس انا ذكرت لكم بالفيديو السابق يا رابع ان الشمس موجودة عنا في مكانها وحكينا ان الشمس ما بتتحرك يا رابع وحكينا ان الكواكب موجودة في مجموعة الارض انا في المجموعة الشمسية عنا ثمن كواكب زهرة وعطارد وورانوس ونبتون وبلوتو والارض والمريخ ها منسميها كواكب المجموعة الشمسية كل كوكب من هذول كواكب يا رابع الو مسار او الو طريق بمشي او بيدور في حوالين مين يا رابع حوالين الارض هاي شايف كيف هاي الكوكب البعدي ايه له مدار او مسار او طريق بنحكي له بيمشي فيه حوالين الارض نفس الايه اه 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 ليش رح تتشكل فصول الاربع لانه لاحظ يا رابع في اثناء دوران الارض حول نفسها ما هي الارض طول ما هي بتدور حوالين الشمس بتدور حوالين حالها يعني هاي الحركة او الدوران للارض مستمر ان كان حوالين حالها يا رابع او حوالين الشمس فهي بتدور حوالين الشمس بتدور حوالين حالها في مناطق من الارض رح تكون قريبة من مين يا رابع رح تكون قريب من الشمس ومناطق رح تكون بعيدة يعني مثلا نفرض الأرض لتتمشي تمشي تمشي الأرض أو الدور لحتى وصلت لهون معاشي هاي الأرض هلا المناطق اللي هون مواجهة للشمس رح يكون جو عندها ايش يا رابع صيف والمناطق اللي بعيدة شتاء لأنه هاي المناطق اللي قريبة من الأرض الجو اللي ما يكون عندها صيف لأنها رح تحس بحرارة الشمس أو رح تحس بالدفئ أما المناطق اللي بعيدة ايش طبيعا أن يكون عندها الجو بارد فرح يكون الجو عندهم شتاء واضح يا رابع إذن أثناء دوران الأرض حول الشمس هي نفس الإشي مستمرة في حركة دورانها حول نفسها فلما تدور حول الشمس الأرض لما تدور حول الشمس رح تكون في عندي مناطق قريبة من الشمس وفي مناطق بعيدة من الشمس المناطق القريبة رح يكون عندها الجو الصيف المناطق اللي بعيدة شو رح يكون عندها الجو يا رابع شتاء واضح يا رابع طيب هلأ هاد أنا الطريق أو المسار اللي قلت لك الأرض والكواكب الثاني بمشوا شو منسميه بالعلوم إله مصطلح علمي اللي هو اسمه المدار إذن المدار يا رابع هو المسار الذي يأخذه جسم ما في أثناء دورانه حول جسم آخر إذن المدار هو المسار الذي يأخذه جسم ما في أثناء دورانه حول جسم آخر يعني زي ما حكينا هلأ عن الأرض هاي الأرض ده الدور حوالين الشمس إله مسار تمشي فيه أو الدور فيه حوالين مين يا رابع حوالين الشمس كل واحد إله مدار أو مسار معين لأنه ربنا هاي من حكمته في خلق الكون لأنه يا رابع لو كل واحد ما كان إله مدار أو مسار أو طريق معين يمشي فيه كان هاي الكواكب صارت تصطدم في بعضها البعض بس ربنا أنا خلق لكل كوكب مدار المدار مسار يمشي حول مين حول الشمس أو حول جسم آخر ماشي؟ هلأ فيه نقطة تانية اللي هو بيحكي لك أنه الشكل المدار شو بيكون يا رابع؟ بيكون إهليجي أو بيضوي وليس دائري إهليجي أو بيضوي ليس دائري كيف يعني؟ يعني لاحظ أنت هون عن الرسم اللي أنا سبت لك إياه ليه مسار الأرض حول الشمس ما بتكون عنا دائرة بالزبط ما بيكون عنا هايك شكله دائر بالزبط بيكون تقريبا زي شكل بيضة بيضوي أو منسميه إهليجي بيضوي أو إهليجي ما بيكون ع شكل دائرة بالزبط طيب هلأ آخر إشي رح نتوصله من خلال الدرسين اللي حكيناهم يا رابع أنه الأرض إلها دورتين دورة حول نفسها ودورة حول الشمس حكينا الدورة الحول نفسها هي التي تستغل منها أو تستغرق منها 24 ساعة عشان ينتج عندي الليل والنهار لأنها بتدور حوالين حالها تاني دورة اللي هي دورتها حول الشمس وهي بتستهلك منها 365 يوم 365 يوم يعني يا رابع سنة كاملة سنة كاملة بتستغل منها دورانها حول الشمس وشو بينتج عن دوران الأرض حول الشمس يا رابع الفصول الأربع ما هي الفصول الأربع هي شتاء، خريف، صيف، ربيع ما هي الفصول الأربع؟ شتاء، خريف، صيف، ربيع طيب هلأ الخريف والربيع يا رابع كيف بيكونوا عندنا؟ هلأ إحنا حكينا الصيف بديكون في المناطق القريبة من الشمس الشتاء بدي يكون بالمناطق اللي بعيدة عن الشمس مش فيه عندنا تضل جزئين هون من الأرض يا رابع؟ طيب، الجزء المايل شوي نحو الشمس، هاد المايل نحو الشمس شوي شو بيكون عنده؟ ربيع والجزء هون عندنا المايل بس بعيد عن الشمس بيكون ايش؟ خريف واضح يا رابع إذن هيك تتشكل عندي الفصول الأربع في مناطق مختلفة على سطح الأرض القريبة حكينا الصيف اللي بعيدة الشتاء اللي بتكون ميلانها قريب من سطح الأرض بيكون ربيع واللي ميلانها بعيدة شوي عن سطح الأرض بتكون عندها خريف لأنها ما بتكون كتير باردة إحنا بنعرف الخريف بيكون بيصير فيه شوية هواة، أمطار خفيفة بس بفصل الشتاء لا بيصير عندنا الجو أبرد ليش؟ نتيجة ابتعاد هذا الجزء من سطح الأرض عن الشمس الصيف نفس الإشاء بتكون درجة حرارته كتير عالية لأنه بيكون قريب من أشعة الشمس بس الربيع بيكون ميل بشكل بسيط لجهة الشمس فبيكون جو فيه ألطف أو أحلى ها درسنا اليوم يا رابع عن الفصول الأربع يعطيكم العافية